وجه موظف ومواطن يمني رسالة إلى محكمة العدل الدولية لهاي ومجلس الأمن الدولي نيويورك يشكو فيها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه الجنرال علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك ورئيسي مجلس النواب وشورى متهما إياهم باتخاذ تدابير وقرارات مجحفة تهدد السلامة والحياة الإنسانية في أوساط الشعب اليمني وقال الموظف اليمني عدنان الصلوي أن أهم قرارات قيادة الشرعية هو توجهاتها بصرف مرتبات موظفي بعض محافظات الجمهورية فيما حرمت موظفي محافظات الأخرى من صرف رواتبهم معتبرا ذلك تمييزا غير عادل بين مواطني الجمهورية اليمنية وتصرفا مجحفا ومنافيا للقوانين الوضعية وشرائع السماوية التي تجرم ممارسة التمييز بين البشر وتجرم العقابة بقطع رواتب عن الموظفين أثناء الحروب حيث الراتب يمثل حياة الفرد والأسرة والمجتمع بحسب الموظف السلوي وأشار السلوي في شكواه الموجهة لمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي إلى أن قطع رواتب الموظفين تعد شريمة لا تقبل التبرير والتسيس ونجم عنها مشكلات اجتماعية حصرها السلوي في الذل والتشرد والضياع والانتحار والجوع وأجبال الأطفال على الانتحاق بجمهة القتال وارتفاع نسبة الوفيات لعدم القدرة على التداوي بالعلاج واعتبر المواطن اليمني أن عدم صرف رواتب الموظفين هو أداة قتل بواسطة الجوع لافتا إلى أن القتل بالجوع أشد خطرا وأكثر فتكا من القتل بالرصاص علاوة على ما يمثله من تهديد للسلام الاجتماعي في حموم البلاد وأنهى المواطن والموظف اليمني شكواه بمطالبة المجتمع الدولي بما فيه محكمة العدل الدولية بإلزام قيادة الشرعية اليمنية بدفع كل مرتبات الموظفين المقطوعة منذ سبتمبر 2016 إلى شهر أكتوبر 2020 ودفع التعبيضات اللازمة عن الخسائر التي تكبدها المحرومون من الرواتب وعما لحقهم من أضرار اجتماعية ونفسية وتفشي الأمراض بين أوساط عوائلين